السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده? الحاجة فواز السياد بنفسك بيتي في النهاردة عيد ولا ايه? بص بكاش بوحركات. انا مش جاي لك انت يا بكاش. انا جاي اتطمن على صاحبي. الوقت فين عايز اتطمن عليه? هصحهولك حالة اتفضله. ازاك 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 ايه ده كله? يا عمشي لعني الاول وبعدين بقى اسأل امس. بسم الله. اهلا 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 وسهلا. بيتك جميل يا صفوة. ربنا خليك يا حاجة. ايه ده? ما كانش ليه لازمة ابدا التعب ده كله حاجة. ايه بقى الكلام الكبير ده عم صفوة? انت انا مال شكلك عجز كده ليه? انت للشباب على طول يا فواز. اهوف دي عنده حق يا حاجة. طبا احنا عارفين. وهو اكبر مننا بكتير. اه انا كمان. طبع. سيادة مش عايزين نحسسه. ايه. ماشي. ماشي يا حاجة فواز. انا عارف انك بتهزر معي عشان تخرجني من اللي انا فيه. بس الحقيقة فواز انا مش عارف اقولك ايه على كل اللي انت عملته معي. قولي ايه وتعيد لي ايه. يا عم صفوة. احنا قبل ما نكون اصحاب احنا والحمد لله. اخوات. وربنا حاطط في قلوبنا احنا الاتنين محبة لبعض. تخلينا نعمل ابتر من كده كمان. فاثر بقى. وبلاش الكلام المتزوقة ده. لان انا ما عملت الحاجة. الرزق تعرف بنا. احنا ادو باسباب. اه. قوة من حسابك انا احتاج لك قريب اول. احتاجني? احتاج نا انا? في ايه? انت مش مدرس اول قد الدنيا. ايه الفواز. ايه? عايزني ادي درس الحد من ولادك ولا حاجة? ادي درس الحد من ولادي. ايه الرجل ده? يا ابني انت هتدور مدرسة بحالها. هدور مدرسة? مدرسة ايه دي? صياد سكولز. انترناشنال. بنساها بقى انا داي اللي علي. انترناشنال. انترناشنال? انترناشنال ايه? انا مش فاهم حاجة. دوري يعني. دولي يا حاجة. دولي? دولي? اه. اه الله. فين يا ابني الوايات? انا عايزين التطامن على الوايات. ايوو شوفوا النبغة صحي? اتفضل يا عمي. اتفضل يا عمي. اتفضل يا عمي. اتفضل يا عمي. يا رب يا سياد. يا اتفضل يا عمي. يا عمي. يا اهله وسهر لدي حاجة. ازه كيه حسنات? تسلم من كل رد. لو انت العمي يجي تغدى معنا مهاردة لما نصبت مشروع الجديد. وقفتوا جنبي العمري ما انساله تر عمري. جمالك كترة علينا هوية حاجة. اهه. مفيش جمال يبنى يا عمي يا عمي. وعمري ده بالذات في مقابل بالفواس. بالظبط. تسلم وتعيش هحضر للغاية ومضى انا طبعا عمي مش طول بس لو تنردو الشاهد شوية المزايف بش يا عمي وردو شادت همي كتير لغاية مت همي حد والله يا ابني ما بدتش حد فرصة يشير عمل بس فايزة اوي انها فايزة ما انت بتقول يمكن نقدر العوض اللي راح يا يا صفوة طول عمرك دودة كتب ايوه يا سيدي بس سياريت هنفعت في حاجة عمي فواز اي حاجة قالتها او اتعللتها لازم هيجي وقت وتنفعك ياه بص يا زاكي مش دي الصورة اللي تصورتها في الستوديو قدام الجامعة ذاكر ايو ياه تنسه عندك الصور دي الصور دي زي كتب حتة مني وبن البيت جزء من ذكريات حلوة عاشت معايا طول سنين الغربة عارفين الصورة دي كانت بتعوين عليها كتير اوه روح كان شكله غريب برضه كنا على طبعتنا فرواز على طبعتنا قبل الدنيا ما تلبسنا وششك كتير ما يجب أن تعمل حلوة أخوان فاجر أنت كنت عامل إزاي الفوازك؟ كنت أشأة واحد فينا كنت مدوق نص بنات الجامعة والنص الثاني وبيشعور عاغنا يا عامل عبد الله كانت شهارة وربنا تبعد إلا منها عامل الله بس كانت أحلى حاجة إن وشك وقتها كان بيدحك على طول زي الشوارع اللي كانت رايبها ومشوش الناس اللي كانت بشوشة وبريلة قبل مهام الزمن يعايم عليهم ويسرق أحلى ما فيهم بص في الصورة كويسة هتلاقي فواز فواز بيتعى زمان حلم فكرة هيلة مين في كل قفشتها؟ أنا يا أخوي وجريت على أمار عشان نشوفها نعمل إيه وأنا قلت مفيش غيرك هيخلها فاجينا لك على طول أبويا فين دلوقتي استنى بسجله على رقم خمسة أدوس دوسة طويلة يروح طالبه على طول ماذا ما دور واربع عبد الله؟ شاتر يا أخويا ما شاء الله يعني أي يا أختي؟ حاجة كويسة أيها حاجة أيها حاجة أيها أنت فين يا عام؟ فين؟ إزاي يعني؟ لا بس أصلاحة يعني حاجة غريبة شوي طيب ممطول كمان تهيه الريضة ده طيب خلاص خلصوا كلموا ماشي والسلامة والحمدالب وبركاته رحلوا على أخوتي اللي أجل ليه؟ إيه يا أخي يا أمان؟ انت عارف أبويا فين دلوقتي؟ فين؟ عن دمك أمي؟ لا مواقسة يعني مع زمع الغدا إزاي؟ مش ههير أنا جاءت لي فكر إيه؟ إحنا نروح ونحط عليهم لما حنتقبل حقلكم ورا حنشوف بعض تماما كبير لحظة واحدة إيه دا؟ دا فواز حيكون عايزك في إيه دا النهاردة أجازتنا؟ رد عليك بسرعة ألو؟ حيو يا حج الحمد لله لأ دا أنا في مشورة فايع كده إيه في مشكلة في الشورة ولا حاجة؟ لأ شباب معايا معايا آه هنتقبل فين؟ إمتى؟ طيب يا حج خلاص هنيجي وراك على طول لا 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 مش هنتأخر على طول على طول مع السلامة حج مع السلامة ما قال لك شو بده؟ الراجل دايما مجنون يا امه ما تخلص يا تسوي فيه؟ عايزنا لو أنت نقبله في بيتنا على الغداء يا مريسود لا يكون حاس بحاجة ولا حد شافنا يا جماعة ما في داعي للتوتر خليكم ريلاكس طبيعيين روحوا شوفوا شو بده وساعتها حقلكم كيف تتصرفوا ريلاكس؟ هي فيها ريلاكس؟ ليه كده يا دلال؟ حاجز عليك في حاجة؟ ولا فيه مشكلة من داعيك هنا في الشو ولا عشان تعصرت عليك شوية؟ لا حضرتك يعني هي أسباب كده عائلية وأنا حب أخليها النفسي على عموم براحك يا دلال كل واحد أضرب الظروف بس أنا صعبان علي رمد الأضياء معانا هنا تعلمت فيها كتير مرتبك اللي ذات والناس اللي أخدت عليهم أخدوا عليك ما عليش أنا برضو صعبان علي بس أنا يعني عايشي واقف لحد هنا عمدا بايع حسابك اللي عندنا هون في أي وقت احتاجت حاجة اعتبر المكان ده مكانك وربنا يكلمك في الله تعملين شكرا شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا 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 سهلا موسيقى شكرا 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 الله ايه رواحد حلوة دي يا امراض عمي مطرح ميسري ايه يا حبيبي عميسك راضي عنك ايوك رباني بس انتحولش اسمها بتروح و بتيجي انا مش عارفة اقول لكم انا مبسوطة قد ايه باللمة دي النهاردة هي الحاجة كده ما بتيجي فجأة بتبقى زي السكنة في الزمت اهلا يا حاج بقى مش مصدق و دالي لما كلمتني لأ قلتني ايه هنتقابل هنا كمان يا سبحان الله يا سبحان الله احنا قلنا ان فعلا فيه مصيبة يا عمي اعوزوا بالله منك انت عطول كده يا دلاء انا بحب اللامة اموت في اللامة نفسي بتتفتح الاخر يا سلام بالذات باما عرفت ان ابوها الحاج سبعنا علينا عمر قاس والصابي ماجي معها فبردينش اكسر بخطره يجبر بخطرك يا بالحبي ده عمر ده بيموت فيه و ملوش سيرة غير سيرة عمه وطيبة عمه وشهامة عمه وقلب عمه وابن عمه ملوش غجب الدنيا وما فيها يا سيد الناس الاكل حيبرد يا حاج مبدو قديركو بقى مش هتنزل اللغمة اللي لو انت عادة وسطينة لا لا انا هاكل بعدين تقلي بعدين ايه الكلام ده تعالي عادي هنا تعالي بركيه تقعد فيه ايه انت بتقعد ده يا كهيد لا 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 خليك يا حاج مستريح ده انا فرحانة باللغمة الحلوة دي خلي قلبك كبير يا حاج قلبي ايه 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 اخرب ديت قلبي اللي كبرتول حد ما شابه الله ما تمدي ايتك يا بلحج انت مكسوف ولا ايه مكسوف ده ايه مكسوف من ايه يا بنتك ببيته كل حاج مش واكل الا ما تقودي معاه حاضف يلا يا جمال انسامي كده باسم الله في نفس واحد وندعي ربنا انه يديم علينا النهمة دي ويحفظها بالزوال ويديم المحبة اللي بيننا ويأويها يا رب آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم انا قلت اكيد جاي مش شغل تاعبان وما تغدتش قمت عاملالك لقمة بقدي لا ما انا اصلي هستنى حياتنا الغدسة قبل حيات شكلها هتتأخر وبعدين ما يفعش تفضل قاعد كده من غير اكل اقولك على حاجة مقمأت العين في الجرنان وانت على لحم بطنك تدوخك وتتحبلك نظرك هاتي الاكل يا سماحة يا رب اكل يا عجيبة الله هي ليه ما عملتش الااكل النهاردة ما لحقتش هي دوب صحية من النوم قمت نازلها طوال تحب اعمللك حاجة تانية يا استاذ علي؟ لا متشكرة اوه ه Inte قلل تقولぐ ل 서لاحة? حمدللاح افاساسلاك فصص لك؟ الشاي بس احنا عايزين نشرب الشرباط بقى ليه؟ هو انت انا وقت تجوز تاني يا حج ولي عاشر في حاجة انهار؟ لا يا حج ما بوك يا اخويا مقدمة لا يبالك فيه جهام حاجة طفهمنا بس الشرباط مين؟ بصريح العبارة كده وفي وسط اللمة والدفع اللي انا حسيت بيه هنا تققت في نفوخي فكرة قلت الله طب ما الفكرة دي تلم الشامل وتصفي النفوس وتوصل الود اللي قطعه الزمن فكرة ايه حج شواتينة؟ انا اقولك سلوا عيلة الصياد على مر العصور والزمن ابو يا ايشها؟ ايه الستة ما يموت جزء اخوه اولى بيها فانا جاي اطلب يد مرات عمي لا بويا واللمة عيشة على امه الخير ونفرح بقى اشتني اختي قبل ما تفرحك عيشت فيه يا هاري انت ومو الخرمين وبعد ايه بنا من قلت السيادة وعمر ما اسمقت على السلوي ده اتعل بس ده امي تتجوز عمي؟ ده لا يمكن عبت ده لا ايه دماعة ما نسمع الكلام للاخر يا اب نصبر انا نفسي اول ما اسمقت الفقر في الاول اتخضيت اول نبي ياما اتخضت؟ انما ما دورتها في دماغي لايتها سليمة مية في المية ازاي؟ اقولك ابويا رجل وحداني وامرات عمي ستة وحدانية وغلبانة ومن كسرة وضعيفة واحنا اولاد عم صحيح كان بيننا مشاكل لكن ربنا يقدر انه يزلع والرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ما تصلوا عليه؟ عليه الصلاة والسلام عليه افضل الصلاة والسلام من استطاع منكم الباقة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه في الصوم وانا ابويا الحمد لله في استطاعته كتير وصام اكتر يا عم انا عاوز اصوم انت مارك؟ السراحة يعني يا حج انت مبقتش حملة صيام وانا شافان ريه لا يا اختي الصيام صحة بدل ما يجيني حميمه ما تروع دا يا الله يرضى عليك وقتبنا صباحك اللهم شكلها مع عجبك هي هي الستة اغر اكلة هنية تسري وتمري في البدن ايه انت بتقول ايه حج ايه اللي انت بتقول ايه 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 يا امه مترددة ليه دا حلال وشرع ربنا حد يجيله حلال لحد عنده ويقول له لا ايه بس الموضوع دا بحتاج تفكير وهدوف الترسينة ايه تسوي تفكير ايه تسوي في حد يخف على امك زي عمك الله يفتح عليك احنا ولا نفكر ولا يحزنون احنا نتوكر على الله ونقرى الفتحة وتحت امرك يا تسوي من جنيه لا اي رقم انت عايزه دا الحج ملعم الصيادة وامرات عمي حماتي يعني بسم الله الرحمن الرحيم نرى الفتحة جماعة ايه ايه بس ايه بتقولك بس سرق الله العظيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ببارك يا رحيم ببارك يا رحيم يبارك يا حوية ان شاء الله ويتممها لك بخير مبين حيتجوز بين يا بني انا مش ممكن اوافق على الكلام ده ابدا شغل التلت ورقات والتدبيسة اللي عملهان عشان يورطنا في قراية الفتحة مش هيجي معايا انا امي لو ممكن تتجوز بعد ابويا ابدا ايه دا عم فريد شاوي بط الجعجعة فاضية انا مش عارف اساسا انت موافق ازاي يا ابني مين قالك ان انا موافق انا لسه بفكر بقلبها في الجمجوم يا شعباء اتفكر في ايه هي دي محتاجة تفكير ولا هتعمل لي زي العين الصغير لهبة لبوريالة اللي فرح بقراية الفتحة وقعد يقراها معاهم يالا عمر بيدور على مصلحته واحنا كمان لازم ندور على مصلحتنا ومنظرنا قدام الناس يا قد لما يكون معاك فلوس ما حدش هشوف لك عيب واحنا اول حد هم متتجوز بقول لك يا تسوي انا الكلام ده مش داخل نفوخي اساسا بص يا شعبان حلاز المادة كده ونفكر بالعقل ونشوف المصلحة فيه هاتلو شي يا ابني انا يا سهل بسوي شكلها جاء معاك الجواز يا ده يا تسوي عايز نستطر رمك يا شعبان مش حسن ما تهرب تجوز من ورانا اسكت يا شعبان يا رب يا نهاري سود قلت لإله إلا الله شكلك مش مبسوط مين اللي قال كده ده انا مبسوطة قوي بس بصراحة كده يعني مش عارفة ما خافش ما خافش من ايه منك ومن جوازاتك الكتير تاني الكلام ده هو انا فيه عيد انتي مش عبلها ما هي الموسيبة يا اخوي ان انا مش شايفة منك غير اللي عجبني وبس الله يعني الود واصل رايح جاي واعدين بق الله 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 لا إله إلا الله وسبحان الله طب احنا عايزين ايه أكتر من كده نكتب الكتاب مع البركة والنبي ما انا عارف انت عملت في ايه زي ما تكون خطفتني كده او خليت ان ابدأها تندهي عنا طول كده قلبي بيدق وحسن ان انا مرفرفة وروحي في السماء انا مش عارفة انت عملت في ايه في الفترة القصيرة دي بسم الله ما شاء الله ربك لما بيرضع العبدوه يوم يعمل له ايه؟ يوم ينور له بصرته ويدلوا على السكة اللي منها يوصل لقلوب الناس وكله بما يرد الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مبروك يا عروسة بالرفاء والبرين والف مبروك بشاكش بشاكش عالم من قلبك؟ طب ليهانا مش شيفًا oggi من يمر بجلumpy بشاكش supports لا أعطيك impact كمان antig�� كرا يا ضل الزط كبير المترجم للقناة 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 ما احنا كل واحد فينا بيدور على حقه الحق ده يرجع بجواز أبو من أمي على طاولة الأمار يا آدمي الورقة منها بقيمة رقمها بل بقيمة احتياجك لقلها واحنا دخلنا جيم ولازم نستفيد من كل ورقة توقع بيدنا ممكن ايه وبلاي ستيشن ايه انا مش فهم حاجة عايز افهم دي سوقي ركز معي انا عم بفتح مشروع كبير هاد بمجرد ما افتحه هتكون انت معي شريك مش عامل مشروع مشروع يا باشر حلم ما انه واقفلي فيه غير فواز الصياد ويوم هيتحقق ما رح يكون فيه قسم للصياد بالسوق وحنكون احلى ملوك السوق يا ابني اللاعيبة اه يا باشر شوقتاني قولي هنعمل ايه عمال اللي بقلك عليه وبكرة بتعرف يا تسوقي حرام عليكي نفسك يا ام ده انت لسه زي الامر ما يغركيش حبة الشعر الابيض اللي طلعوا بالغلط ولا شوية الصحة اللي خساها وسن لكن العمر لسه قدامك ليه عايزة تدفني نفسك في واحدة ملاشتها مش المسهل بيقول الحية بقى من الميت خلاص ما تبصيش وراكي بقى بصي قدامك يا امه صدقيني ده انت ضيعت عملك في شوية ورم فرضي ومشاكل سبتي نفسك لكلام عيالك وبعدين يا امه وبعدين يا حسنات الحاجة من عملك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اتفضل اتفضل الحاجة اه 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 يا رب يا ساتي انا قلت اجا اتكلم معاك بقيل عبدالوش ده اه اتفضل الحاجة دقيقة واحدة مش هتاخر هي دقيقة واحدة خدوا رحضي ليه عايزة تدفني نفسك في وحدة ملاشطة مش المسهل بيقول الحيا بقى من الميت خلاص ما تبصيش وراكي بقى بصي قدامك يا امه صدقيني بجد يا عم حقيقة ده احلى كور سمعته في حياتي بجد انت بتشغلي اكيد بتشتغلي زه بشتغلك ايه بقولك دفعنا التأمين خلاص يعني خلاص كلها كم اسبوع وابقى اهم راجل اعمال في الجامعة طب و ايه ده و عمك صالحته ومش كان فيه مشاكل ما بينكه وبتاع بخلاص المشاكل اتحلت وبعدين انت عارف عمي اصلا هو بيحبني ونفسه يسعيد كايز الحمد لله انت عارف يا دينا نفسي حلمي اللي انا عارف ردولي الشوص اللي هو الدهاري دي يا رب بس يقضرني وقف على رجلي كده ورجعه على فكرة بجد يا عمر انت تتجمن في كل حاجة انت عارف انا مش عايز اكتفي بموضوع الاكل والشرب اللي في الكافتيريا دي اساسا الكافتيريا يبقى فيها ايه تاني غير اكله وشربه كده يعني ممكن مثلا نجيب مكان التصوير وتغليف كمان ويا سلام بقى لو عارفنا نجيب مكانة كمبيوتر اي بقى حد عايز اطبع حاجة في السريعة ومستعجل نطبعها لوها كله بحسابه طب مش استنى كده لما الدنيا تشتغل شوية اما وعشان نشتغل لازم نبقى مختلفين عن اللي موجود وفيه الاختلاف بقى اذا كان قصلا قدام الجامعة فيش اكتر من الناس اللي عمنا تصور وتطبع وتغلف ما احنا مختلفين فيه يا حب لا الاختلاف اللي احنا جوه يعني مثلا لو واحد مستعجل وعايز اطبع حاجة هايطلع براه لا ايه جنة وانا بقى انزبطه بسندوشيات وعصايد وكتبه انت ايه يا اخي انا بحلم نص على قديم انا مش موقفة عالجوازها دي ولا على لعب الهيال اللي حصل احنا ناس قبار ولازم نحسب الحكاية دي ايوه هو كده بالزبط اول متيح ولكن متين دول خبط لزة ونخلص بقى ما خبر سويد بقى على اخر الزمن هتجاوز حسنات حسنات يا راحت فين بنت السيئة دي لما اخذة يا حج ان كنت اتأخرت عليك شوية تشرب ايه انا مش غاية عشان اشرب ايه له معقول خير يا حج في حاجة لا اصلا زي ما تقولي الوردة خلت عيني عينيك هي اللي حلوة ايه اصلا مؤاخذة يا ايه اه تهيق لي ان حجرتك wontتلخبط شوي دي انت انت اللي تبدلت خالص تحب تشرب ايه تحب تشرب قهوة قهوة انا ما اقول نشرب شربات اصلا نبس رايح له الليومين دول ولا ايه مش برضو شربط وربي ما شربوط شربوط لا يا حج كتير قوي اللي انت جبته ده وبعدان على فكرة انا مجهزة نفسي من الابرة للصاروخ يعني كل ده ما كانش ليه اي لازم ما تبقيش حساسة جدا مفيش حاجة بتخسر زيها الترخير خيرين انتشفت اصلا اللي بيجرالي ما قولنا ما بنسلمش الله احنا كتبنا الكتاب اه صحيح لأ طلبه بما يرضي الله نشوف يا انهى ربيات ايه ده فيه؟ ليه كل ده؟ شفت ايدي بتترعش ازاي؟ كل ما حس ان الفرح خلاص ما عاده اقرب اخاف قوي وقلبي يتخطف كده وكمان تكشف جلدي تكشف جلدك؟ هيو ما يتكشف جلدك افضل اعتبريها زي شكت الدموس مشي ما انت خبرة ده اله الا الله ما تخلينا ماشيين جنب الحيط بقولك ايه؟ ما ديليك كده في الشانطة دي ويلي يا رأيك؟ الله يا حج دي زوها حلو قوي ربنا يخليك ليا محيميش منك ابدا بس ونبي كلفت نفسك ده الحاجات كتيرة قوي مفيش حاجة تغلى على مرات الحج فواز الصيام خط دي في دماغك واعدين الحمد لله احنا ربنا كريم لقوي ربنا يزيدك من نعيم ويا حج ويسعدكم يا اهلا وسهل يا اهلا وسهل يا اهلا وسهل احنا كده بقى جاهزين وبكرا ان شاء الله نفرح هنا شوية وعى البيت لا شوية ايه بقى يا حج جول فرحتنا ولازم نفرح بيها طب مانا بقول نفرح هنا شوية لا يا حج شوية ايه؟ ده احنا عايزين فرح وهيسة وزفة تقلب الحارة مدام بما يرضي الله عالبركة ايه ده؟ يعني انت فعلا يا حج موفق ان احنا نعمل فرح؟ من بكرا الصبح هتلاقي السوال منصوب في الحارة والنشارة مالية كل الارضية والكراسي مترصصة جنب بعضها الناس وش بعض جدا والنور جاي في الحارة كلها من اولها الاخيرة وربنا يا رب يكملها علينا بالستر ويديم علينا النعمة قولوا امين امين زغلتة بقى موسيقى موسيقى موسيقى